سالي محطتنا الأولى حتكون مساحة عن طبق الأعشاب واليوم نحكي عن اليوم العالمي لتوعية بمخاطر استعمال الصادات الحيوية اللي عم نشوف كتير رسوء استخدام لإله اليوم نعرف كيف نستخدمه بشكل ذكي وفعال لترشيد الاستهلاك وتوضيح خطورة الاستهلاك العشوائي والغير مدروس منعا لتفشي هالظاهرة اللي كتير منتشرة بمجتمعنا بدون وصفات طبية اليوم كلها تفاصيل حي خبرنا عن الدكتور أصيدلاني شادي الخطيب رئيس الجرمعية السورية للطبق التكميلي ساعة صباحك وأهلا وسهلا فيك ساعة صباحك دكتور شادي وأهلا وسهلا فيك يعني المضادات الحيوية خلال نقول أو الأنتيبيوتيك هي بهذا الوقت صار فيها كوعي أكتر نتيجة الكورونا فصار صرنا نعرف أن المضادات الحيوية هي لا تؤخذ غير بوصفة طبية فهون احنا أمام تعريفة لجميع مشاهدينا ما هي الصدات الحيوية ما هي المضادات الحيوية تمام أول شيء أعطيكم العافية ونهاركم سعيد وكل المشاهدين المضادات الحيوية هي مركبات كيميائية قد يكون أصولها طبيعية ولكن هي مركبات كيميائية الهدف الأساسي منها هو قتل الجراسيم الجراسيم هي كائنات دقيقة بتهاجم الجسم بتسبب طبعا جراسيم ممرضة عم نحكي عننا نعم تسبب العديد من الأمراض ونحنا اليوم الصدات الحيوية لما تم اكتشافها تم حل العديد من المشاكل الصحية اللي كانت معندة سابقا على العلاج لما تم اكتشاف هاي المركبات وتم تطوير عديد من المركبات وزمر من هذه الصدات الحيوية كانت على أساس أنه هي أسلحة تستخدم لقتل الجراسيم لما بيصير في عنا أنتان جرسومي نستخدم هذا الصدات الحيوية وهيك ففعلا منكون نحنا حققنا المطلوب بأنه مريض مشفى عنده أنتان من جراسيم ممرضة فأخذ الصدات الحيوي المناسب وفعلا استفاد عليه كانت القصة هيك للأسف اللي صار أنه نحنا تعاملنا مع الصدات الحيوية خلال فترة طويلة على أنها أدوية تأخذ حين الطلب دون العودة إلى المختص ودون اختبار التحسس اللي هو بيحددنا شو نوع الجرسوم نحنا من غير الممكن أنه نستخدم صدات حيوي لقتل جرسوم ويكون هو ما نوعي لأله يعني هو غير مناسب لقتل هذا الجرسوم ويضرب مثال بسيط اليوم كثير من الناس بتروح على الصيدلية بتطلب المشهور كثير وخطأا حب الالتهاب الأحمر والأسود يعني يمكن المشاهدين بغض النظر في كثير أنواع مستخدمة ولكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه هن اللي عم ياخدوه على أساس أنه مثله مثل براسيتامور تماما بيقلوله حب الـ 500 زينا تماما حب الـ 500 هو السؤال الذي يطرح نفسه إذا أنا عم باخد سلاح لقتل جرسومي غير موجودة يعني إذا كان أنتاني فيروسي فأنا عم بساهم بخلق جيل جديد من جراسيم المعندة المقاومة للصادات للأسف خليني أقول شيء اليوم في كثير ناس بالمشافي عندهم إصابة جرسومية معندة على كل الصادات يعني مقاومة لكل الصادات هذا الشخص ينتظر حتفه لأنه نحن سبب أنه نحن أخذنا الصادات الحيوية بدون وصفة وبدون معرفة من هو الجرسوم المسؤول على الموضوع وبدون العودة إلى الإرشادات ما معقولة نأخذ علبة الدواء ونقسمها على اثنين ثلاثة من أفراد العائلة ما معقولة نحن نسمع من حدا آية لأنه نحن نستخدمه هذا الدواء مفيد نروح نأخذ منه نحن لحالة بتشبه هذه الحالة وهذا الموضوع وبالتالي إذن الصادات الحيوية هي مركبات رائعة جدا ومفيدة ومهمة وأساسية بحياتنا ولكن ضمن وصفة المختص وليس عن طريق استخدام عشوائي وهذا يتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعي بالصادات وحقيقة منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر فيما يتعلق بموضوع انتشار الجراسيم الممرضة متعددة المقاومة للصادات الحيوية يعني عندنا نحن كائنات لم يعد هناك إمكانية لضبطها وهي المشكلة في ناس بالمشافي بحاجة إلى صادات حيوية نحن عم نستهلك هذه الصادات الحيوية بطريقة غلط وبالتالي عم نوصل لنقطة غير فعالة أصبحت نعم يعني دكتور كمان مثل ما قلنا فيه ترشيدة لاستخدام الصادات الحيوية واستخدام ذكي يعني دائما مثل ما قلنا هلأ بما أنه صارت الحالة الاقتصادية يمكن مكلفة روحة الدكتور وهي فالمصطلح العام يعني كمان له زيادته بتضر يعني فيه شي سلبية أكتر عجزة من أنه يكون إيجابي وخاصة بالكورونا يعني فيه ضعف للمناعة بيصير فخبرنا كيف اليوم الناس يستخدموا هذا الصاد بشكل حيوي تمام خلنا نقول شيء مهم جدا نحن اليوم لما بيصير فيه عندي انتان جرسومي يتم كشفه من خلال المخبر ويتم تحديد الجرسوم المسؤول على الموضوع وأي صادات حيوية بتكون فعلا فعالة في علاجه نحن هون نكون عم نستخدم استخدام صحيح نعم أما نحن نجي نشعر ببعض الأعراض تواعق أو بعض الأعراض نروح لحالنا نجيب ما يسمونه بحب الالتهاب اللي هو صاد حيوي فنحن هون نكون عم نساهم بتدمير صحتنا نكون عم نساهم بخلق جيل مقاوم من الصادات الحيوية لازم نعرف نحن جزء كبير من الانتانات بدايته فيروسي يعني أول رشح شعور بأعراض خليني أقول التواعق ارتفاع الحرارة سعال احتقان أنث هذه الأعراض لا تشير إلى وجود جرسومة والتالي لما بصير عنا هذه الأعراض لا تأخذوا صاد حيوية يا جماعة نحن هذا للجميع موجه ما بدنا ناخد صاد حيوي في هذه الحالة ناخد علاج الأعراض وناخد شيء بيدعم منعتنا وهيك نحن فينا نتغلب على الموضوع يعني أنت حكيت دكتور بحلقات كثيرة عن ضرورة التوم والبصل وكثير من الأعشاب كثير من الأعشاب لها دور واقع أنا أدرب مثال 100% ندرب مثال بسيط إذا نحن ما ننجح نحكي على البدائل نحن اليوم بين يدينا الزعتر البري إذا كل يوم عنا حصة من الزعتر البري فيه زيت عطري طيار بأحد الدراسات اللي قمنا فيها بيئة المخبر وجدنا بأنه زيت العطري للزعتر البري قادر على قتل تمام مجموعة كبيرة من الجراسيم الممرضة وتفوق على خمس صادات حيوية بمعنى أنه نحن الزيت العطري للزعتر البري اللي هم توفر بين إيدنا واللي نحن ما كتير نستخدمه رغم أنه سوريا إذا بدنا نقول الساحل السوري غني جدا بنبات الزعتر والمناطق أخرى من الداخل طبعا بمناطق مختلفة ولكن هذه الأنواع الموجودة بالساحل السوري فعلا أنواع رائعة جدا نحن إذا نستخدمه بشكل يومي من باب الوقاية في فترة الشتاء ففعلا بيكون فينا دور مهم فيما يتعلق نحن اليوم خلينا نقول فيما يتعلق بإنترنتروك تنفسية العلوية فيما يتعلق بالزكان بالرشح بالأعراض المرافقة الأنفلونزا كلهم بيفيدنا بشكل أساسي ومهم خلينا نقول شيء تاني مهم جدا اليوم الصادات الحيوية اللي عم بيصير أب عم بيجي بياخد صاد حيوي من الصيدلية لأطفاله بدون وصف الطبيب بيقسهم الجرع على اثنين أو ثلاثة من أطفاله بيزيد من هذا الصاد الحيوي بيتركه لبعدين واحدة من السلوكيات الخاطئة اللي شفناها أنه نحن عنا بصيدلية البيت منلاقي علب لصادات حيوية بأيام فيها حبتين وثلاثة هاي كلها سلوكيات خاطئة أولا الصاد الحيوي لما بينوصف بدأ تخلص الجرع تبعه كاملة يعني نحن اليوم كل العدد الحبات بدأ يخلص ما بيصير زيد عندي من هذا الصاد الحيوي لأنه هي علاج لقتل الجراسين ممرضة ما بيصير زيد عندي وأنا ما استخدم كامل الجرع اثنين الموصفية طبعا اثنين البعض عم بيروحوا باتجاه وصفات على السوشيال ميديا يعني عم بيشعروا بأنه عندهم أعراض بيقولوا إذا عندك كورونا خود أزيترومايسين يا جماعة فكرة استخدام الصادات الحيوية بدون تقرير مختص هي جريمة بحق نفسنا وبالتالي اليوم استخدام الأزيترومايسين من تلقاء نفسنا كل ما شعرنا بشوية أعراض هذا خاطئ تماما ولا يجوز دكتور شادي ما رح نفوت نحن بيمكن هذا المرض الشائع اللي اسمه الفطر الأسود بس خلينا نحكي على الفطريات اللي بتسبب الصادات الحيوية ما بعد أخذ الجرعة يعني بيكونوا بشي بيصيروا بفطريات سواء بالمعدة أو أغلب النساء تعاني من الفطور النسائية نتيجة أخذ لأدوية الالتهاب بتكون عم تتعالج للشي بتصير بتعالج للشي تاني لأي حد هذا الموضوع صحيح حقيقة ذكرتي موضوع مهم جدا نحن في عنا فلورة ميعوية هي عبارة عن جراسيم صديقة موجودة معنا نحن عايشة وبتدعم هي الإنسان تدعم صحية الإنسان من باب أنه هي عم تحافظ على نفسها وبالتالي هذه العلاقة مهمة جدا لأنه لذلك هالفلورة الميعوية لما مناخد صادات حيوية بشكل عشوائي نحن عم نساهم بيقتل هالفلورة الميعوية مما يسبب نقص في فيتامين B12 مما يسبب عننا مشاكل فطرية مما يسبب عننا هذه الأمراض الكثيرة المتعددة وأمراض أخرى تكتشف من نقص الفلورة الميعوية يعني قد يكون مشاكل بعض المشاكل الهضمية ومشاكل على المستوى الطويل حتى الأمهات بفترة الحمل وما بعد الحمل وتأثيره على الأطفال بنقص الفلورة الميعوية لذلك نحن اليوم منرجع من أول وضمن هذه التزامنا مع هذه الفعالية العالمية خلينا نحن نكون رشيد استخدامنا رشيد للصادات الحيوية ما ناخد من تلقاء ذاتنا ما نكرر الجرع على حالنا ما نحن نقسم الجرع على أطفالنا لا ناخد مركبات صادات حيوية قبل أن يتم تشخيص فعلا الإصابة بإنتان جرسومي والاعتماد على البداء المتوفرة بكثرة مثال سريع مثل الزعتر البري والعكبر ومشتقات العسل ممكن نحن في بعض النباتات مثل الزوفة والنعمة على البري وبعض هذه المركبات العطرية إلى دور كتير مهم والمليسة إلى دور مهم جدا في دعم المناعة والزيوت العطرية اللي فيها تساعد كخاتلة للجراسيم بدعم الصادات الحيوية وهم بدنا نتشكر طبعا كلية صيدة اللي بجامع الدماشر اللي قامت حاليا بالإعلان عن يوم توعي علمي للتوعية بمخاطر الصادات الحيوية بالتعاون مع نقابة صادرة سوريا طبعا نكتورة وفاكيشي أيضا هناك طبعا بجامعة حلب وسيد وزير صحة مبارحة كان بإحدى المؤتمرات ذكر أهمية ترشيد استخدام الصادات يعني كل ياتنا نحن لازم نتوجه باتجاه الانتباه من هذه مخاطر من سوء استخدام هذه المركبات اللي قد تسبب وصولا إلى جراسيم غير قابلة للعلاج ولازم ننتبه من عدوى المشافي لذلك لازم ننتبه نحن لما يكون عنا حدا مريض بالمشفى الزيارات تكون بالحد الأدنى السليب التعقيم مهمة لأنه الجرسومة المعندة الموجودة عنده بالمشفى إذا نقناها لخارج المشفى فنحن عم نساهم بإصابات صعبة جدا نعم هيك نصيحة أخيرة لكل اللي عم بيشوفونا دكتور وخاصة بما أنه طب العشاب موجود حتى يمكن يحد من الأدوية الكيميائية الموجودة بالسوء فخبرنا في بدائل ممكن هلأ يستفيدوا منا المشاهدين حقيقة بكل بساطة نحن اليوم أهم مركب ممكن نستخدمه المركبات العطرية هي أنواع اللي فيها زيوت عطرية البابوناج المليسة بس استخداما متكرر هذا السؤال ما في أي مشكلة طبعا هذا بالاستخدام الداخلي مع الزعتر هذا بالاستخدام الداخلي مفيدين جدا أو الزوبع اللي هو الأوريغانو السوري أيضا كليل الجبل هذول كلهم أثبت الدراسات على زيوت عطرية وفاواتها به الاتجاه العكبر من مشتقات النحل استنشاق استنشاق بدي أعطي وصفة بسيطة جدا وغير مكلفة اللي هو ورق الكينة عنا اسمه ولكن هو اسمه الحقيقي هو الأوكاليبتوس ما عادتنا كتير ليه؟ يعني شجر مليان نحن عنا هذا ورق الكينة هو الحقيقة نتبخره تمام لما بنعمل نحن تبخيرا من ورق الكينة ناخد فعالية للطرق التنفسية هذا الورق الحقيقة نغسله بس نحن نجمع الورق ممكن نحن نغسله بشكل جيد بعد ما يتمغسله نحن نغلي المي ومنخلي ورق الكينة بقلبها هذا الزيت الشزى العطري اللي بيطلع مفيد جدا بطرق التنفسية واللي عم بيشتكوا من مشاكل يعني خليني أقول سواء إصابات فيروسية أو جرسومية بطرق التنفسية العلوية أو حتى مدخنين أو حتى القرورة عم يستفيدوا منهم مفيد جدا جدا بدعم العلاج لأنه فيه زيت عطري قادر على قتل الفيروسات والجراسيم بطريق التآذري أكيد يعني نحن نشكرك على كل هذه المعلومات وإن شاء الله العالم تقدر فعلا هيك تعرف خطورة الصدات الحيوية شكرا شكرا يا رب ألف عافية شكرا لك دكتور شعدي صحازينا خذي راحتك بستعلي لأنه هذا الوقت عجد وقت سعلي يعني وقت قريب بابوناج يوم بابوناج